نعم مونة، استيقظ الفلسطينيون اليوم على هذا النبأ الصادم والمفاجئ باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران وكون إسماعيل هنية كان يحظى باحترام الكثير من الفلسطينيين كونه من الشخصيات المعتدلة والدبلوماسية في حركة حماس وهو من موليد عام 1962 من مخيم الشاطئ تربع وترعرع هناك درسها الابتدائية والإعدادية والثانوية في مخيم الشاطئ أيضا انتقل إلى الجامعة الإسلامية درس الأدب العربي ومن ثم خاضع المعتركة السياسي في حركة حماس عندما لجأ إلى الحركة وعام أواخر الثمانينات يعني إبان الانتفاضة الأولى وأيضا شغل عدة مناصب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في الحركة قبل وصوله إلى رئاسة المكتب السياسي وأيضا في عام 2006 تم تعيينه لرئاسة الغزراء بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 أيضا ثم تم انتخابه من قبل حركة حماس ليكون رئيس المكتب السياسي في العام ما في مايو 2017 وأيضا إسماعيل هنية من خاضع أو المعركة الدبلوماسية لحركة حماس وكان من المدافعين عن دخول حركة حماس للمعترك السياسي وبالتالي إسماعيل هنية كان من المتمسكين بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وكان من الدعين له أيضا كان من المتمسك بخيار المقاومة وبكافة أشكالها اتجاه الاحتلال الإسرائيلي وبعدم التنازل عن ذرة تراب من الأراضي الفلسطينية فبالتالي أيضا إسماعيل هنية استشهد له في الحرب الحالية ثلاثة أبناء وأربعة أحفاد جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم في معسكر الشاطئ بسبب اتهامهم من قبل الجيش الإسرائيلي بالعمل لدى أو في صفوف كتائب القسام أيضا حركة حماس خاضت في عهد إسماعيل الهنية عدة حروب ومن أبرزها أيضا إضافة إلى طفان الأقصى أيضا سيف القدس في العام 2001 وأيضا إسماعيل الهنية أيضا لاحقته إسرائيل واعتقل وأبعد إلى مرج الظهور ومن ثم عاد إلى قطاع غزة واليوم يعني تعلن حركة حماس عن اغتياله في العاصمة الإيرانية طهران وبالتالي السؤال كيف سيؤثر هذا على خط صير المفاوضات مفاوضات التهدأ ووقت إطلاق النار في غزة وأيضا كيف سترد حركة حماس سواء سياسيا أو عسكريا على اغتيال رئيس مكتبها السياسي أيضا هل سنشهد تفاعل طيب وصلنا إلى رأسي الساعة كل الشكر لك كنت معنا أيمن أبو شنبان من دير الفلح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر